قال الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثل وسائل الأعلام الجزائرية إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي وأكد أن تهديد المغرب الجزائرة خزي وعار في العلاقات القديمة الجديدة بالمغرب والكيان نأسف لأول مرة منذ 1948 ووزير من هالكيان يأتي لبلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر خزي وعار